السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درسنا رياضيات بعنوان تقريب الأعداد درسنا اليوم عن تقريب الأعداد كيف بدنا نقرب نحن الأعداد هلأ لو أنا معي مصاري مبلغ من المال موضوع التقريب بنستخدمه كتير بحياتنا وافترضنا إجا حدا وسألني قديش معي مصاري ما ضروري إله مثلا أنا معي 2425 بقرب المبلغ فوراً لألفين واربعمائة أقول له ألفين واربعمائة أو ألفين واربعمائة وخمسين بحدود هالمبلغ نحن بحياتنا ما منحكي أنه معنا نحن الرقم الصح مثلا منحسبه على الليرة أو على الليرتين منقول تقريباً لأنه الأعداد الصغيرة في الآحات أو العشرات قد تكون ما لقيمي أبداً لأن لدينا ألوف قيمتها كبيرة وأهم شيء الليرات ما رح كتير تفيدنا بحياتنا نحن عنا خطوات للتقريب عنا خلص خطوات رح نمشيهم خطوة خطوة لنقرب أي عدد عنا القاعدات للفهم بنات أنا ما بهمني تحفظوهم بصن أنا بهمني تفهموا القاعدة فهم الخطوة الأولى نضع خط تحت هلا نحن رح ناخد هذا المثال قرب العدد الآتي إلى أقرب مليون كيف ننقربه لأقرب مليون عنا هالعدد نقسمه بالأول للحلقات حلقة الواحدات حلقة العلوف حلقة الملايين حلقة المليارات هلا منقول 160 مليار 874 مليون 278 ألف 233 ننقربه لأقرب مليون يعني مليون لأحات المليون عنا هذا العدد أربعة هو بأحات المليون ننطلع لأول خطوة نضع خط تحت المنزلة التي سنقرب إليها أي منزل بننقرب أحات المليون وهو الرقم أربعة عدد أربعة اثنين ننظر إلى العدد الذي يصقق يسبقه العدد أربعة شوف يقبله العدد اثنين طلعنا على الأربعة والاثنين طلعنا على العدد اللي بدنا نقربه والعدد الذي يسبقه ثلاثة نقارن العدد الذي نظرنا إليه بالعدد خمسة العدد اثنين هلأ بننقارنه بالعدد خمسة إذا كان أصغر من العدد خمسة الاثنين أصغر ولا أكبر من الخمسة أصغر نبقي العدد الذي تحته خط على حاله أما إذا كان أكبر أو يساوي الخمسة نزيد العدد الذي تحته خط هوني عمنا العدد أصغر من الخمسة للتنين فالعدد أربعة ما مسوي فيه شيء أبداً نخليه على حاله شوفوا الخطوة الأخيرة نجعل جميع الأعداد التي قبلها الخط أصفاراً اللي قبل الأربعة كلها مسوية أصفار شوفوا هلأ نحط المئة وستين متن ما هي تمانمئة واربعة وسبعين متن ما هي لأن الاتنين أصغر من الخمسة ما غيرنا فيه شيء وجعلنا كل الأرقام اللي قبله أصفار كم صفر يصير عنا؟ 6 أصفار طيب عنا المثال الثاني ننقربوا لأقرب مئة مليار قسمناهم لحلقة الواحدات ألوف مليارات ملايين مليارات لأقرب مئة مليار عنا الواحد هو مئة مليار ننطلع على العدد الذي يصفقه أكبر أو أصغر من الخمسة؟ أكبر من الخمسة إذن نزيد القيمة المئة مليار نزيد الواحد بتصير اثنين ومنجعل الأرقام اللي تسبقه كل أصفار كم صفر يصير عنا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، 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 صفر طيب المثال الأخير إلى أقرب مئة مليار، قسمناهم لحلقات، لدينا أربع حلقات، وكل حلقة تتكون من ثلاث منازل، مئة مليار، هي حلقة الملايين، أربعة، أحات الملايين، سبعة، عشرات الملايين، تماني، مئات الملايين، تماني، مطلع على الرقم الجنبه، السبعة أكبر، أصغر من الخمسة؟ أكبر، فمنزيد العدد تماني، واحد، منزيدها واحد، تصير تسعة، ومنجعل الأرقام التي تسبقها كل أصفار، ونجعل الرقم مئة وستين من حلقة المليارات مثل ما هو منزله، وهيك بكون انتهى درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته